أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاوني توقيع 12 اتفاقية بين الأردن ومصر خلال اجتماعات اللجنة العلية الأردنية المصرية المشتركة قد شملت الاتفاقيات عدة مجالات منها السياسات الاقتصادية والمالية والبيئية وشؤون الاجتماعية والإعلام والثقافة والتدريب المهني والضمان الاجتماعي والصحة والأوقاف قال الخصاوني أيضا في متمر صحفي مشترك مع نظيره المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمان قال إن قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية ستعقد في مصر لبحث الملفات المشتركة بين الدول الثلاث ومن جانبه قال رئيس الوزراء المصري إن العلاقات الأردنية المصرية قد انتقلت إلى مرحلة تطوير مشاريع جديدة أضاف مدبولي أن العلاقات المميزة بين قيادة البلدين تنعكس على دعم وتقوية الروابط والخروج بنتائج ملموسة تلامس تطلعات البلدين الشقيقين في مصر أعلنت اليوم لجنة العفو الرئاسي المصري الإفراج عن ثلاثة وثلاثين من المحبوسين احتياطيا بينهم الباحث الاقتصادي عمر الشنيطي والمحامي يوسف منصور وكان الرئيس المصري قد أصدر الشهر المنصر مقرارا بالعفو عن عدد من السجناء الصادرة بحقهم أحكاما قضائية كما أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي وفتح المجال أمام حوار وطني والعفو عن عدد من الشباب المسجونين لجنة العفو الرئاسي تستند في عملها على معيارين الأول هو عدم الانتماء لتنظيم إرهابي والثاني أن لا يكون المحبوس قد ثبتت إدانته في جرائم تحريض أو قضايا إرهاب إذن معي مباشرة من القاهرة الخبير والاقتصادي الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور علي هذه ليست المرة الأولى التي تلتئم فيها اجتماعات على هذا المستوى بين الحكومتين الأردنية والمصرية على وجه التحديد في سبيل توقيع اتفاقيات ما المميز في هذه الاجتماعات وتوقيع هذه الاتفاقيات اليوم بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نقول طبعا يعني واضح جدا أن العلاقات اللي ما بين مصر والأردن هي طبعا علاقات تاريخية بنحاول أن نحن تنعكس هذه العلاقات والتفاهم والتعاون على المستوى السياسي إنه ينعكس بشكل أكبر على الجانب الاقتصاد الدولتين يمكن في الوقت الراهن بيواجهوا مجموعة كبيرة جدا من التحديات الاقتصادية سواء على مستوى مصر طبعا واضح جدا التحديات الكبيرة جدا اللي احنا بنعيشها في الوقت الراهن سواء على مستوى سعر صافع مستوى المديونية ومشاكل خاصة كمان به حصول وتدبير النقد الأجنبي برضو الاقتصاد الأردني يمكن عنده كثير من التحديات أبرزها طبعا اتفاعات معدلات البطالة اللي وصلت لنحو 23% وهي معدلات مرتفعة بشكل كبير برضو زيادة في حجم الانفاق الحكومي بيتحاولوا برضو أن هم يتعاونوا مع صندوق النقد الدولي من أجل الإصلاح الاقتصادي ورشدة للإصلاح فهناك تحديات على الاقتصادين إزاي أن يطلع نوع من أنواع الاتفاقات اللي يتحقق بيها إصلاحات هيكلية للاقتصادين التعاون ما يبقاش مطارب بس بقطاع واحد احنا شايفين يمكن كل التصلاحات اللي خرجت مطبطة بعديد من القطاعات سواء كانت الزراعة الصناعة الصحة شايفين كمان صناعات يمكن خاصة بالأدوية شايفين فكرة السيارات الكهربائية يعني هناك مجالات كتيرة جدا يمكن الفترة اللي فاتت كان أبرز تعاون واضح جدا للعالم كله هو عملية الرابط الكهربائي اللي ما بين مصر وما بين الأوترون ويمكن حتى النهاردة كان في حديث عنه إزاي أن نتزيد قدرة الرابط الكهربائي ما بين الدولتين خلال الفترة القادمة لكن في المجمل احنا شايفين كمان اتجاهات لسياسات يمكن ما كانش حصل تعاون عليها خلال فترات سابقة زي فكرة طرح بقى الأوقاف البريد دي كلها ملفات يمكن جديدة شوية وجديدة على الذكر في التعاون ما بين الدولتين يمكن فكرة التعاون كمان عن مستوى سياسات مالية ونقدية كمان ده أعتقد أنه كان جزء مهم جدا يظل الرهاني رئيسي مش عدد الاتفاقات هو يظل الرهاني رئيسي من وجه التنظري وجود جدول زمني للتنفيذ لأن دي نقطة فارقة جدا احنا بنشوف على مستوى الدول العربية عديد من الاتفاقات اللي بيتم إبامها لكن لما نيجي نشوف بعد كده إيه اللي تنفذ منها ما بيبقاش للأسف الشديد كل هذه الاتفاقات فمن هنا أنا بطلب الحكومتين أنه فعلا يكون فيه جدول زمني وقالية فيه السريعة لأن الشعبين محتاجين بشكل كبير جدا لكل اتفاقية تم إبامها اليوم أيضا يعني هذه الاتفاقيات جاءت بالتأكيد بعد اتفاقات سابقة متعلقة باستغلال البنية التحطية بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي دكتور علي بالضبط يمكن قضاية الغاز الطبيعي احنا شفنا يعني إزاي أنه هو يعني أصبح هو يعني وقود أساسي لتوليد الطاقة كهبائية ومصر كمان يمكن استفادت الفترة الماضية من انتجات الغاز وكمان كنا وصلنا الاجتفاق الزاتي في 2018 وبعكاب تلا يتكون فائد التطوير اللي حصل فيه محطات الطاقة كهبائية تصدير وربط للطاقة كهبائية ما بين مصر والأردن وهي عديد من الدول الأوروبية والدول الأفريقية فده كله كان استفادة فكرة كمان ان احنا نبتدي نتحرك على زيادة انتاجنا من الغاز الطبيعي والتعاون مع عديد من الدول من ضمنها طبعا الأردن الشقيقة ده جزء أكيد يعني مهم جدا فظل كمان ان احنا يمكن شفنا خلال الفترة الأخيرة تراجعات اللي حصلت على أسعار الغاز بعد يعني ما يمكن عديد من الدول الأوروبية بتدروا ان هما يوصلوا لتأمين احتياجاتهم مع مقانة ببداية الأزمة الروسية الأوروغانية ده يمكن أثر بشكل واضح على صدرات مصر من الغاز الطبيعي لكن مع زيادة الطلب على الطاقة بشكل عام أكيد احنا محتاجين ان احنا نستفيد من واحد من أهم مصادر الطاقة التقليدية بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم كل أيضا يعني الطرف العراقي الذي يعني كانت له أيضا مشاريع واتفاقات مع الجانب المصري منها ما كان بحضور الأردن هناك أيضا بتأكيد اجتماعات مرتقبة أردنية مصرية عراقية كيف سوف يكون مجال بلورة ذلك خاصة في مجال الطاقة دكتور علي أعتقد أن الفتاة اللي فاتت شوفنا إزاي أن دولة العراق كانت شريكة أساسي في هذه الاتفاقات كان جزء منها أكيد ملف الطاقة كان يعني هو الملف الرئيسي وكان كمان فيه ملفات تانية غاية فيه الأمية جزء منها كان إعادة أعمار العراق جزء تاني كان مطابق بمشاعة خاصة بالبنية التحتية يمكن كمان مصر تتحدث بقوة على ملف السياحة وده كان واحد بردو من ملفات مهمة جدا إزاي أن يبقى فيه زيادة فيه حجم الوفود والاستثمارات في قطاع السياحة في مصر فبالتالي فكرة أني كمان تزيد قاعدة الدول العربية المشاركة ده جزء مهم جدا حتى علشان مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية اللي احنا شايفين على مستوى العالم في ظل كمان يمكن حضرك أكيد كمان واخد بالك إزاي أن كل التصحات اللي خرج عن الأزمة الروسية الأوقانية بتأكد أن هي أزمة سوف تستمر السنوات وبالتالي على الدول العربية كلها أن يحصل تنسيق واضح وزيادة فيه معدلات التعاون الاقتصادي والتبادر التجاري والاستثمارات المشتركة عشان يقدروا أن هم يواجهوا الأزمات المتتالية دي اللي أثرت بشكل واضح جدا على مستوى معيشة عديد من الشعوب العربية ومن هنا مصر تبدأ نقطة مهمة جدا وبداية قوية جدا مع الأردن ومع العراق في نفس الوقت شايفين بردو تعاون مع عديد من الدول الخليجية يعني يمكن الإمارات على وجه التحديد كانت شاركة في عديد من الاجتماعات السابقة التعاون دوت يقدر أنه هو يحمي الاقتصادات العربية من مواجهة الأزمات المتتالية دي والمقصرة طبعا بشكل واضح على مستوىات المعيشة ومعادلات الفقر في عديد من الدول العربية إذن الخبيل الاقتصادي دكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي من القاهرة شكرا جزيلا على وجودك معنا أعطيك العافية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر